والغريب زينب أننا نقول ونتكلم عن أخبار الأمطار في الصيف وفي شهر سبعة تحديدا هذا وتوقع خبير الأمصاد الجوية عبدالعزيز القراوي تأثر البلاد بأمطار متفرقة قد تكون غزيرة على مناطق محدودة نعم وأشار لأي تي في أن فرصة الأمطار مستمرة بفترات متقطعة حتى صباح الأحد من المتوقع أن تتأثر البلاد بأمطار متفرقة تكون خفيفة إلى متوسطة في معظم مناطق البلاد قد تكون غزيرة على مناطق محدودة في الساعات القليلة القادمة تستمر فرص الأمطار حتى صباح يوم الأحد على فترات متقطعة بكميات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة يصاحب تشكل السحب الرعدية المتوقع نشاط في الرياح الهابطة متوقع أن تتجاوز 50 كم في الساعة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وقد تؤدي إلى ثارة الغبار خاصة في بعض المناطق المكشوفة تبدأ لجواب التحسن تدريجي إن شاء الله من يوم الأحد وتستمر الأجواء الرطبة والغائمة جزئيا بقية أيام أسبوع القادم